مرحبا معكم كارمي شماس كيف بدي يكون اليوم الثالثة سبعة نوفمبر تشرين الثاني اليوم نحنا موجودين والأمر صار ببرش العذراء خبرتكن مبارح يلي تابعني انه مبارح المساء الثانين المساء الامر بيروح لبرش العذراء فاليوم نهار ممتاز لموالي برش العذراء يلي نطروا ثلاثة ايام فينا نقول على أحر من جامر كانت الأجواء هذه عندهم أيضا نهار ممتاز لموالي برش الثور وموالي برش الجدي كيف بدي يكون نهارنا منبلش مع برش الحمل يلي اليوم منهاره يمكن ما يكون برخيوة أو استرخاء خلينا نقول ثلاثة ايام اللي قطعت سبت الأحد والتنين فاليوم في عنده لازم يكون عنده استعدادات ليمكن جدول عمل شوي طويل يمكن ما انه حاطت اصلا اي شيء على جدول عمله لكن بيطلع بالنتيجة انه نهاره طويل لكن تذكره ليس سلبيا ما معناتها انه منترك الامور مثل ما هي من نظل نتابع كل شيء خاصة 15-16 نيسان أبريل منروح لبرش الثور مواليد برش الثور بعتبر هذا اليوم يوم مكافأ لالكن مساعد لالكن بيدعمكن بيعطيكن بيساعدكن بيغزيكن بطاقات كتير حلوة لانه الامر الموجود ببرش العذراء واليوم هو اخر يوم الكوكب الزهرة كوكب الحظ بيكون ببرش العذراء وتذكروا في عندكم المشتري كمان عندكم ببرش الثور عم بيساعدكن اكيد بخطوات كتير كبيرة وبلوتو تما ننسى بلوتو يلي موجود ببرش الجدي فالجو اليوم كتير حلو مكرنة مع بقية الايام ما تتركوا هذا اليوم يمروا من دون ما تعملوا شيء منيح لالكن لصالحكن وايضا لصالح الاخرين ليش لا كلكن محسوسين اليوم منروح لبرش الشوساء نهاره اليوم بيطلب منه يكون اوعى خاصة لما الامر يتعلق باحد الاحبة موالي ببرش الشوساء لا ضرر من انه تتفهموا الاخرين لا ضرر انه تكونوا متفهمين لولادكن لعيالكن اخبارهم اختلفة عندهم اسئلة عندهم احتجاجات الجو كله احتجاجات فحاولوا موالي ببرش الشوساء انتوا القادرين انكم تتكيفوا مع الظروف اجمالا اليوم مطلوب منكم التكيف مع طولوا بالكن الجو قريبا سوف يتغير لصالحكن تأثيرات الزهرة راح بتطال موليدة 21-22 ايار مايو مولول برش السرطان تأثيرات الامر من برش العذراء تسرع الوتيرة عنكن يعني بتحسوا ان الوقت سرع بيمشي بسرع وبالتالي بتكون تمشوا شوي اسرع لكن ما معناتها منمشي اسرع منعمل كيف ما كان منخبصها خبيصة لا بتكونوا دائقين منشان هيك فكروا منيح حضروا منيح قبل بوقت وشوفوا انو الوقت راح بيساعدكن عند اذن فقط لما نكونوا محضرين بوقت راح بيساعدكن الوقت حتى تختصروا كتير اشياء يعني بدل الشغل اللي فيكم تعملوا شغلتين والتلاتي اسمها هاي دي ملتايتاسكينج نهار ممتاز تأثيرات رائعة بتوصلكم من برش العقرب ومن برش الحوت كلكن محظوزين بشكل خاص ستة سبعة تموز يوليو وبضيف عليها 21-22 حزيرة عن يونيو منروح لبرش الاسد يلي اخد طاقات كتير كبيرة لما الامر كان ببرشه ثلاثة ايام سبت احد تنين اليوم عم بيتقدم مولو برش العذراء مولو برش الاسد لانه في عنده واش بيت بده يشتغلها بده يبرهن بده يثبت حاله بده يثبت اجريه بالارض فعلا ومن دوم ما يتزحزح هالشمس والمريخ الموجودين ببرش العقرب احيانا بيزعزعوك شوي بيدخلوا شوية شك على فكركن بكافياتكن بحجوزياتكن كل هذه الامور حاولوا موليد برش الاسد اليوم تعاودوا عن هذه الامور وانتبهوا من مصاريف او من نوعا من كأنه في حدا عم بيجرب ياخد منكن وقت خدمات معلومات يعني كله عم بيجرب ياخد من دون مقابل كونوا منتبهين منروح لبرش العذراء مولي برش العذراء طبعا ومع وجود الامر ببرشكن اليوم نهار ممتاز بتبدأوا صفحة كتير مهمة انا برأيي ممتازة جدا قوية جدا تعطي موليد دا برش العذراء حقا ما في شي تقريبا يوقف بي وشكن بالعكس الامور ممتازة جدا 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 هناك طبعا رغبة عند موليد برش العذراء انه يغيروا يدخلوا شيء جديد بحياتهم وانتوا قادرين مية بالمية فموليد دا برش العذراء مبروك لقالكم نطرتوا ثلاثة ييام وهلا بكافئكن الحظ طبعا انتوا اليوم هو اخر يوم كوكب زهرة ببرشكن عم بتودعوه فحاولوا انكم تعملوا شيء جميل لقالكم حاولوا انكم تخلصوا امور عالقة عنكم اليوم وبكرة الامر ببرشكن بتقدروا تعملوا تقريبا تقريبا كل شيء بتكون لا يوجد سلبيات بتاتا بتفتح بوجكن يلي نصيبكن بتاخدوه بين اليوم وبكرة وإلا مش نصيبكن معنا ننطر فترة أخرى لحتى الامور تتسهل الموليد اللي فعلا ما تبرها اكثر حظة من غيرها طبعا كل موليد برش العذراء طبعا بالتأكيد موليد العشرية الأولى بتاخد حظوص حلوة ولكن الاكثر والاكثر هي موليد 21-22 سبتمبر السحل ما فينا ننسي بدون يضلون حذرين موليد 23-24 أبا أغسطس منكمل مع برش الميزان بتهدى الأمور عنكن موليد برش الميزان ولا بأس بذلك هذه مسألة بتصير كل فترة وفترة فحاولوا موليد برش الميزان تخلصوا أموركن البيهتي الهينة البسيطة ما تعقدوا حياتكن في كتير أمور بدت تنطلب منكن بعدين لما يوصل أمر لبرشكن هلأ رايحوا حالكن لكن رايحوا حالكن ما معناتها أنه تهملوا شغلكم لا لأنه ساعتها غلطة الشاطر بألف غلطة خلوا عنكن على كل شي عم بيصير لكن ما تاخدوا قرارات كبيرة الرؤية عنكن نظرة للأمور بتفكروها واضحة لكن بصراحة مش واضحة بتكتبوا مقالة بتعملوا شي بيطلع بالنتيجة في أغلاب بتعملوا تويت بيطلع فيه غلط ما بيعد فيكم تعملوا له editing يعني فيه قصص بسيطة وفيه قصص كبيرة كونوا منتبهين له النهار بيحمل تأخير فكونوا حذرين من روح لبرش العقرب مولود برش العقرب أنا بعتبر هذا اليوم كتير ممتاز لأيلكم كتير مسهل لأيلكم بيساعد يعني بيساعد بيسهل بيسر بيقدم ما بيأخر بالعكس تماما اتعبته شوي ثلاثيين بيعطلت الأسبوع الطويلة مع الأمر برج الأسد هلأ فيه الأمر ببرش صديق فبلش الأمور تتغير بلش مولود برش العقرب يتحك يتحك من كل قلبه بطل معصب كتير يعني صار واحد بيقدر يصالحه اليوم لمولود برش العقرب ما عاد متجهم الوجه بالعكس صارت الأمور أفضل وطبعا أنتوا رح تاخدوا أكثر من مبادرة حلوية هلأ كوكب المريخ بعده موجود ما فينا نتجاهل طاقات كوكب المريخ فكونوا جدا حذرين خاصة بدي ضل إذكر موليد تسع عشرة واحد عشر نوفمبر تشرين التاني منروح لبرش القوس انهار متعب لموليد برش القوس ما فيني انكر أنه الشمس بعده عم بتشد فيكم مش نزول لكن عم بتأخركم شوي واليوم الأمر بي مربع مع برشكم من أعلى نقطة بالدائرة الفلكية ما بيساعد أبدا أحيانا بيجرس أحيانا بيبهدل فرجاء كل شي بدي يكون حاضر وناضر عدوا عقلين سوقوا عمهلكم فتحوينيكم كتير منيح بتروحوا وبترجعوا وما بتطعطوا محدا هيكي بيمروا انهاركم بسلام ما تحطوا حالكم بمشاكل نجم كون منو هالقدة فضيع رائع نجم كون عادي وشوي أقل من عادي مع ندف التوتر فمش وقته باتيتا من روح لبرش الجديه انهار ممتاز لموالي برش الجديه العالمي بده عطيها تماني ونصف تسعة لعشرة فترة ممتازة كتير قوي بتدعم مولود برش الجديه بهمة رائعة جدا الأمر من برش العذراء فينس بعده موجود ببرش العذراء مثلثين عنا أيضا مثلثين آخرين من أورانيوسوا من المشتري من برش الثور لذلك ما فيكن أبدا تتزمروا فترة ممتازة مهمة جدا تسمح لموالي برش الجديه يكونوا أقوى من كل الأقوياء كلكن محظوظين اليوم منروح لبرش الدلو مولود برش الدلو بعرف تعبته سبت أحد وتنين كله فوق بعضه كله عراسكن كله مشاكل يمكن صار فيه شوية عتاب شوية خلافات انفصال يمكن صار فيه زعل اليوم نهار نوعا ما نوعا ما بيرتب وبيلطف الأجواء ما فين يقعد أن الأمور ترجع لمجرها الطبيعي إلا الشخصي اللي انتو خانقتوا معه حظوا اليوم كمانا متغير للأفضل بهيد الحالي فيكن تاخدوا مبادرة موالي برش الدلو نهار بيسمح لكم نوعا ما جربوا تعيدوا النظر بالأمور اللي يمكن أخطأتوا فيها وتشوفوا شو فيكن تعملوا انتو بتكون تشوفوا شو فيكن تعملوا أنا نبهتكم على مدى 3 أيام نبه ونبه ونبه حاولوا اليوم عسى ولعل منكمل مع برش الحوت مع واليد برش الحوت الامر معاكسكن معاكسكن انتو بتعرفوا كل ما يكون الامر ببرج العذراء بيكون في معاكسة بيكون في اجواء معاكسة بيكون في تعب بيكون في خلاف او بيكون شخص بس هيك بدو يزعيشكن فقط لغير وبرجع بالنتيجة بيعتذر ولا كتعم بمسح يعني بدكن تتحملوا كتير اشياء هي فترة عابرة اصلا اليوم وبكرة فطولوا بالكن الامور ما بدا هالقد بدكن تتكيفوا مع الجو اليوم اذا حابين تعيشوا نهار جيد بدكن تتجاهلوا بدكن تطنشوا نحنا بالبناء منقول عمول منيح وكب البحر يعني بدك تطنش تسمع بها الديني بيطلعهم تاني ديني هيدا اذا بدك تعيش نهار سهل وقال لا مش انه بتتعذب لكن بتعذب حالك مش انه على الفاضي بتبالغ فيها بتبالغ فيها بتكبرة وبتعطيها حجم اكتر منه هو بيستيهل يلي لازم يكون حذر لصحته لشغله لكل شي 19-20 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بقلو لمولود اليوم انه بنتظاره سنة كتير مرتبة سنة تعاون سنة تكيتوف ما رح تكونوا لحالكم ابدا بهيدي السنة في اشخاص او اطراف او يمكن طرف واحد يمكن تكون جمعيات جمعية شخص يعني بالمفرد او بالجمع ما بتفرق ما نكون لحالكم هيدا السنة وهيدا السنة نجم كون عالي هيدا السنة العلاقات العامة رح بتبدعوا فيها بغض النظر عن عمركم شغلكم وشغلكم او دراستكم هيدا السنة يمكن يطلع لكم فيها يتحقق فيها رغبة او امنية او مفاجأة لالكن بعقد او ارتباط ايجابي طبعا كتير مهم بتتمنى الجميع يوم سعيد الالكاء بيباي ترجمة نانسي قنقر